تعتبر أوبر الكالسيوم وسيلة فعالة لتعزيز مستويات الكالسيوم في الجسم وتستخدم للعلاج أو الوقاية من نقص الكالسيوم الذي يمكن أن يؤثر سلبا على صحة العامة للحديث حول هذا الموضوع تنضم إلينا دكتور نور سيفو الاقتصاصية في الأمراض الجلدية في مركز المحمود الطبي أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا فيك صباح الخير صباح النور لنشرح بداية للمشاهدين ما هي ما المقصود بأبر الكالسيوم ما هي أبر الكالسيوم أبر الكالسيوم هي عبارة عن هيدروكسيل أبيتايت الكالسيوم من زمان موجود هيدروكسيل أبيتايت الكالسيوم أولا من شيء سبعين سنة اكتشفوا أنه هيدروكسيل أبطايت الكاليسيوم كان كمادة مالئة يعني فيلر نصف دائم كانوا يحقنوا بالمناطق اللي فيها نقصام بالحجم كتير مثل الخضوط، تيكساس، نازوليبيال ولكن بعدين لاحظوا أنه مع مرور الزمن بالمناطقة التي حقنا فيها الكاليسيوم أنه هذا الجلد بهذه المناطقة عم تصير أكثر مرونة، مشدودة، أكثر نضارة فعملوا دراسات ووجدوا أنه هذه المادة هي محفز قوي للكولاجين والكولاجين هو البناء الأساسي للبشرة فصاروا يعملوا دراسات بحيث نحن تكون أكثر أماناً بأنه نحن نحلها بطريقة معينة ونحقنا بطريقة معينة لتحفز كولاجين وتشد البشرة فإذا تحفيز الكولاجين وشد البشرة هن العاملان الرئيسيين باستخداماتها صح؟ ولا كان في أيضاً استخدامات أخرى لها الأبر؟ من زمان كانت هيكا فيل النصف دائم، ما عاد كتير هذا الموضوع مطروق صارت أكثر شيء تستعملك محفز قوي للكولاجين طيب يمكن السؤال يلي بيتبادر لذهنا شو الفرق بين أبر الكالسيوم عن أنواع الفيلر الأخرى يلي تستخدم لنفس الإطار أو الهدف؟ أبر الفيلر الأخرى هي عبارة عن هيورنيك أسيد هيورنيك أسيد هو بروتين موجود بالجسم يحكم بالمناطق اللي ناقص منها الحجم فبتعطي مظهر فوراً نتيجة فورية بتشوفها البشرة مع أنه هي أكيد هالنتيجة حسن خلال أسبوعين تقريباً ولكن أبر الكالسيوم ما بتظهر لما منحقنا كمحفز كلاجين النتيجة لا تظهر فورية وإنما بيبلش الكالسيوم يشتغل تقريباً بعد أسبوعين وتستمر النتيجة لفترة أطول هلأ كيف بدأ تحفز الكالسيوم؟ بتحفز الكالسيوم بأنه مادة الهيدروكسيل أبتايت الكالسيوم لما منحقنا بالبشرة بتحفز الفيبروبلاست اللي هنن عملياً الخلايا اللي هنن أم الكالسيوم اللي بدون ينتجوا الكالسيوم فبتحفزهم لحتى ينتجوا خلايا كالسيوم أكثر هاي العملية بدأ وقت لهيك النتيجة مبتزارة بتحفزهم بيضل هذا التحفيز مستمر تقريباً ثلاثة شهور وتستمر النتيجة لفترة أطول طب هل في مناطق ما بتطالها الأبر أو استخدامها فيها ما بيكون فعال مثل مناطق أخرى أو ما هي أكثر مناطق؟ هلأ لما بدنا نستعملها كمحفز كولاجين فهي تحقن تقريباً بكل المناطق اللي بيحاجك يعني هي تستعمل بالوجه بالنازولابيال بالرقبة ديكولتيل يدين ممكن بالسواعد بالمنطقة اللي منشوف فيها الجلد كتير رخوة كتير متهدلة وبدنا نشدها طب التيلة فإذا ديمو متى أطول ديمو متى أطول صح بعد قدي تقريباً يلي استخدمها لازم يرجع إذا بده يرجع يقوم بعملية الحق المرتين هلأ المحفزات الكولاجين الكالسيوم فمنحقنا مثلاً للبشرة اللي كتير تعبانة نعمل كورس علاجي ممكن نحن نحقنا لفترة ثلاثة أربع جلسات خمس جلسات بعدين ممكن البيشن تصير كل سنة تعملها مرة أما اللي هنن بدون يستعملوها كبس رفرش للبشرة وكمحفز للكولاجين اللي عندهم هنن كان وراثي أو غير نازل كتير وجون ممكن بالسنة مدى نعمل دكتور نور قلتي لي لجلسات متتابعة هالكورس هي هل يجب الدوزاج يكون حقن كمية معينة يعني ولأ لأنه بتكون البشرة تعبانة وبحاجة لهالكورس كل بيشنت إلى حالة الخاصة كل بشرة منكون الحلولية بشكل معين والحقن بكمية معينة طيب يمكن في ناس اليوم بتروح لإذا بدك مدخلات أخرى أو يمكن الجراحة بيعتقدوا لما بدون خاصة بيشد الوجه وبمناطق من الوجه هل في هناك أفضلية لأبر الكالسيوم على الجراحة أو شو الفرق إذا بدك بينات وبالنتيجة اللي الواحد عم يخذه هلأ جلسة الكالسيوم هي جلسة تشد وتهيئة للبشرة وبالتالي نحن بنعملها تحت التخدير الموضعي إجراء بسيط سريع ما بده داون تايم بعده مثل الجراحة الجراحة إلى مشاكلها ولكن فينا نقول أنه نفس نتيجة لا مو نفس النتيجة هي محفز قوي ممكن تأخر فترة كتير طويلة أنه تقرر البشنت لتعمل جراحة وحتى لما بدأ تكون أخذ قرار الجراحة فهي مهيئة جدا جيد للبشرة طب حكينا عنا بالمنيح لهالأبر هل هناك أثار جانبية هل هناك مخاطر من استخدامها هل هناك مثلا ربما بعض الناس أو الفئات اللي بتقول لا ما رح يعني ما فيك تستخدم هالأبر هلأ أبر الكاليسيوم هي أبر آمنة إذا انحقناك بالطريقة الصحيحة بالنسبة للتأثيرات الجانبية هي المثل أي حقن كان مكان أحمرار كدمات تورم خفيف الكدمات مكان الحقن أما التأثيرات الجانبية اللي هي بدأت خوفنا ممكن تكون تشكل حبيبومات عقيدات أو الإنتان بحسب طريقة الحقن يعني لازم دائما يكون الطبيب خبير بحقن هالأبر وأكيد متوفرة الشروط اللازمة لهذه الحقن عنها الشروط اللازمة هل فيه هناك فئات إذا بدك هني مرشحة أكثر لاستخدام هالأبر عن غيره يعني يأتي هذا الحل بهالنوع من الأبر ليساعدهم أكتر؟ أكيد هلأ البيشنط اللي نحن بنختارهم لحقن الكاليسيوم البيشنط خسروا وزن كتير بفترة سريعة اللي عملوا مثلا تكميم معدة قص معدة اللي عم ياخدوا هلأ حاليا أبر المونجارو أبر الأوزنبيك هذول كلهم بصير عندهم نقصان سريع بالوزن وبالتالي نحن الحجم بنشوفه نزل بشكل سريع والجلدة هدلت فبدنا شيء أوي أبر الكاليسيوم مختارة لهذول الأشخاص أو الأشخاص اللي عندهم شيخوخة مبكرة سواء بالوراثة أو غيره نعم طيب أيضا يعني مهم نعرف شو هي النتائج المتوقعة من هالأبر لحتى يكون الشخص إذا حاب يستخدمه يكون على القليل على ديراي يعني ماذا يتوقع؟ ماذا نتوقع من هالأبر؟ هلأ نحن يوم الحقن ما بنشوف إلا شوية أحمرار وشوية تبرم هذول طبيعيات أما النتائج اللي نحن بدنا نشوفها تبدأ بعد أسبوعين من الحقن يبدأ الباشنط بيشوف أنه البشرة بلشت عنده أكتر نضارة وتشد شوي وأنه الجلدة بلشت عنده تصير برونق أحلى بيبلش بعد أسبوعين تأثير يستمر ثلاث شهور وهي النتائج نفسها اللي نحصل عليها تستمر لفترة أطول هل هناك أيضا نصائح ممكن بختام هالمقابلة تأدمي لنا هل الناس اللي بدون يستخدموا أو سمعوا أو ربما تحذيرات؟ يعني خلنا نعطيهم نصائح والتحذيرات حول استخدام هالنوع من الأبر طيب أبر الكاليسوم مثل ما حكينا هي أبر آمنة لكن لازم نختار المريض الصح يعني البيشنط الصبية اللي ما عندها أبدا شي هي بدا تجي تستعملها كأبرت نضارة هي ما نأبرت نضارة هي محفزات قوية للكولاجين لتعيد رونق البشرة هلأ النصاح اللي بدنا نعملها أنه البيشنط تتبع نصائح الطبيب بالبيت يعني نحن منتبع قاعدة الخمسة نعمل مساج لفترة خمس أيام كل يوم خمس مرات كل مرة لفترة خمس دقائق أو معينة تعمل هذا المساج ليه؟ مشان ما يصير فيه تكتلات مشان تنفرد المادة بطريقة صح وناخد نتيجة أحلى يعني معناتها أنه حتى مع استخدام هذه الأبر فيه نوع من الإجراءات يجب أنه الشخص أنه ينتبه هي اهتمامات بسيطة هي بس توصيات بسيطة قادر أي بيشنط يعملها طب حكينا وكنت دايما عم تذكري بركاء النساء والسيدات يمكن لأنه يمكن هنه فئة كتير بيستخدمها الأبر ماذا عن الرجال؟ أكيد هي خيار كتير حلولة للرجال لأنه هي ما بتعطي حجم ما بتغير ملامح يعني هي ما نأجراء تجميلة مثل الفلر وغير ولي بده يغير لي بتعابير الوش أو يغير لي بالملامح هي ما بتعطي حجم فهي كتير نتائجة حلوة عند الرجال وعند السيدات يعني ما بيصير فيه تغيير بشكل الوجه أكتر ما بيصير فيه مثل ما قلنا تحفيز للكولاجين بيحفز كولاجين بيعيد رونق البشرة بيعيد شباب البشرة ونظارة البشرة من دون تغيير بالملامح هو تقريبا مع تقدم بالعمر نحن بصير نفقد هل أدي الكولاجين بيكون بعد عمر السبعة وعشرين بصير الكولاجين يقلب جسمنا واحد بالمية كل سنة وبالتالي نحن بدنا نلحق هذا الموضوع في بعضهم بيبين عليهم الشيخوخة أسرع من تانين فلازم نحن دائما نأول جلده والفئات العمرية من النساء يلي بتقصد هالأبر هني يمكن من فئات عمرية زكرتلي قلتلي مثلا الصبايا يلي هني ربما تحت السبعة وعشرين واليوم عم نشوف إجراءات تجميلية لناس تحت السبعة وعشرين ويمكن هني منن بحاجة إلا فقط للنظارة نشوف أنه يمكن هالأبر أيضا مخصصة لأعمار أكتر لأعمار يلي بلشت تفقد الكولاجين صحيح؟ يلي بلشت يبين علي هذا الفقتان أكيد نحن ما مننتظر لحتى يبين كتير وإنما نحن من لما نشوف بلشت تظهر عننا أنه البشرة باهتة بدأ شد بلشت تعمل ساقين لازم نحن نحفز كولاجين بهذه الطلبة إذن فإذن ذهب للإقتصاص المناسب الإجراءات المناسبة أيضا الإجراءات بعد حقا هذه الأبر هي أمور ضرورية لحتى يستفيدوا من النتيجة شكرا أكتير لألك دكتورة نورسيفو اقتصاصية الأمرار الجلدية في مركز المحمود الطبي على كل هذه المعلومات أهلا وسهلا فيكم شكرا اشتركوا في القناة